هكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن برنامج الطروحات يستهدف تنشيط البرصة التي يعكس أداؤها التأثر الإيجابية بمؤشرة برنامج الإصلاح الاقتصادي وخلال ترأسه للاجتماع الرابع للجنة الوزرية المشرفة على برنامج الطروحات تم استعراض تقرير وزير المالية في شأن البرنامج الزمني والتنفيذية لطروحات المرحلة الأولى المقرر أن يبدأ من يونيو المقبل حتى مطلع عام 2019 والتي تستهدف طرح حصص المال العام في 4 إلى 6 شركات حكومية بالبرصة ترأوح قيمة حصيلة الحصص المستهدف طرحها بين 15 إلى 18 مليار جنيه